مرحبا وضحياتي للجميع العصر الحديث في الفلسفة الغربية طبعا يطلق على عدة فترات فكرية لكن يمكن أن نختصر فنقول الحداثة لأن الحداثة كمفهوم هي وريثة النهضة وريثة النهضة من جهة وحفيدة التنوير من جهة أخرى وبالتالي فالحداثة تشمل عصرية العقل والأنوار ومجمل الفترة التي امتدت واستمرت إلى مطلع القرن العشرين أو حتى إلى ربما منتصفه طبعا هناك عدة وجهات نظر حول هذا التقسيم فالبعض يعتبر أن عصر الحداثة انتهى ونحن الآن في عصر ما بعد الحداثة فيما بعض آخر يرى بأن عصر الحداثة ما يزال مستمرا لليوم على العموم في القرن السابع عشر في أوروبا لنقول كانت الفلسفة تعاود رحلة البحث عن الذات وهذه الذات الأوروبية كانت متزال فتية وبالتالي كانت تحاول أن تحقق مصالحة مع الواقع لكن في نفس الوقت كانت تريد أن تتحرر من كل التركة السابقة لأن سمة العصر هي سمة العقلانية العصر هو عصر الاعتماد على قوى الإنسان الذاتية على قواه العقلية في مسألة الوصول إلى المعرفة وبالتالي حدث تغير في مفهوم الحقيقة فلم تعود الحقيقة هي يعني ما أقرها السابقون مثلا لا وإنما أصبحت الحقيقة هي كل ما يقوله العقل فمن ضمن هذا الصياق طبعا ظهر الفيلسوف الفرنسي الكبير راني ديكارت ديكارت الذي أراد أن يؤسس المعرفة على العقل وحتى أنه أراد أن يصل إلى الله عن طريق العقل أيضا لا عن طريق الطلقين أو الإيمان أو إيمان العجائز أو التسليم إلى آخر وطبعا من أهم إسهامات ديكارت أنه أوجد طريقة ومنهج للبحث فعملية البحث ليست عملية عشوائية وديكارت كان عاشقا للوضوح وللبداها وبتالي أراد أن ينطلق في مجمل رحلتها المعرفية من فكرة واضحة فكرة بديهية فكرة مؤسسة على أرض صلبة وطبعا بالاعتماد فقط على العقل الذي كان يعتقد ديكارت بأنه موزع بالتساوي على كل الناس موجود بالتساوي عند كل الناس لكن المشكلة هي في طريقة استخدامه وهذا هو دور المنهج طبعا ديكارت وبعد رحلة شك عاصفة انتهى كما هو معروف إلى إثبات وجود الذات المفكرة وعبر عن الأمر من خلال صيغة الكواجيتو الشهير أنا أفكر إذن أنا موجود وبعدها انطلق في رحلة سيثبت من خلالها وجود الله والعالم والنفس إلى آخر طبعا ظهرت في المقابل في إنجلترا تحديدا مدرسة تجربية مدرسة فلسفية عرفت بالمدرسة التجربية ورفضت هذه المدرسة مسألة وجود أفكار فطرية في العقل كما ادعى ديكارت وظهر جون لوك وقال بأن لا شيء في العقل إلا ومر سابقا في الحواس فالإنسان كما عبر لوك يولد وعقله كمثل الصفحة البيضاء ومن ثم تبدأ الحواس والتجربة الحسية بالكتابة عليها وأيضا نحن نفس هذا المنحة طبعا الفيلسوف التجريب الآخر الإسكتلاندي الكبير ديفيد هيوم ديفيد هيوم الذي زعزع بشكيته الكثير من العقائد والمسلمات وطبعا نشب صراع محتدم فكريا بين المدرستين العقلية والتجربية لغاية ظهور الفيلسوف الألماني الكبير إيمانويل كارت بالعودة لديكارت فواقعا أثر ديكارت على الفكر الفلسفي كبير جدا ولذلك يلقب بأبو الفلسفة الغربية الحديثة ولنقول أنه بعد ديكارت وبعد تعظيم ديكارت للعقل والرياضيات تحديدا أيضا بدأ الفلسفة بأبحاثهم انطلاقا من العقل وانطلاقا من النماذج الرياضية والهندسية بدأوا يبحثون عن مصطلحات عامة للوجود البشري وللعالم المحيط بالذات البشرية طبعا في مسعى يهدف التوحيد بينهما تماما كما حاول الأغريق من قبل أن يوحدوا بين الوجودين أو بين العالمين العالم الأكبر بمعنى الكون والعالم الأصغر بمعنى الإنسان ولذلك سنرى جيل من الفلسفة المثاليين كانوا بشكل أو بآخر علماء رياضيات أو فيزياء وحاولوا أن يقدموا فلسفة من وحي النموذج الرياضي أو الهندسي كمثل باروخ سبينوزا وفلسفتي التوحيدية والتي انتهت كما هو معروف الاعتبار أن العالم بكل ما فيه عبارة عن وحدة واحدة طبعا تجمع في داخلها الله والطبيعة فهما من مثل مظهرين لشيء واحد تماما كمثل العملة الواحدة ذات الوجهين وطبعا كتاب سبينوزا الأخلاق مكتوب على النمط الرياضي خاصة على على النمط الهندسي المستوحى من هندسة إقليدس ومن ضمن نفس الاتجاه طبعا ظهر باسكال الفيلسوف الفرنسي وأيضا العالم الرياضي ظهر مالي برانش الفيلسوف الفرنسي أو غزالي المسيحية ظهر لايبنتس الفيلسوف الألماني ومؤسس علم التفاضل والتكامل بالاشتراك مع نيوتن وبمناسبة الحديث عن نيوتن فطبعا كان لنيوتن أثر كبير جدا في تحديد فكر في تحديد فكر العصر الحديث فنيوتن واقعا مثلا من مثل أو كان من مثل نقطة فصل فصلت العلم الحديث عن علوم القدمة فبعد أن نشر نيوتن كتاب الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية طبعا هذا الكتاب لنقل ظهرك كإعلان حاسم على هذا الانفصال وبالتالي على بداية مرحلة جديدة وتأسيس جديد للعلم الحديث طبعا لعبة نظريات نيوتن في المجال الفلسفي دور مهم جدا خاصة في مسألة تهشيم صورة الإله الشخصي كما يقدم في الديانات الكبرى فعندما أعلن نيوتن أن العالم منظم ويعمل كالساعة فهذا الإعلام طبعا ضرب التصور الديني الذي يقول بأن الله خلق العالم من عدم وبأن الله يشرف على العالم على مدار الساعة فأتى هذا التصور النيوتني وطبعا أرجع العالم إلى عملية ميكانيكية آلية فبدل أن يكون العالم متحكم به على مدار الساعة من قبل إله شخصي لا أصبح الكون مضبوط كالآلة يعمل لوحده كمثل الساعة من ضمن قوانين ذاتية طيب نصل إلى القرن الثامن عشر والذي سيعرف طبعا بعصر الأنوار وهو عصر الإيمان بالعقل الإنساني عصر الإيمان بالإنسان عصر نبذ الخرافات والتقاليد ومجمل الأساطير القديمة هذا العصر الذي رفع شعار لا سلطة على العقل إلا العقل طبعا هو عصر فولتير عصر ديفيد هيوم عصر جانجا كروسو ديدرو فلاسفة الموسوعة وفي الواقع أتى فكر التنوير ليعلن انتهاء عصر السلطة الدينية وعصر هيمنتها على الفكر لبل تطرف هذا العصر في مواجهة الكنيسة والدين والإيمان والإله فكان بحق عصر اللادينية الأكبر فأتحت ضربات فلسفة الأنوار واقعا انهارت الصروح الدينية تداعت الكاتدرائيات الكبرى تقلص نفوذ الإله القديم في مخص الطبيعة والحياة والإنسان والمجتمع ونجح مثلا دي هولباخ وديدرو وهيلفاتيوث وهيلفاتيوث ودالنبير مثلا وغيرهم من فلاسفة ذلك العصر نجحوا في توهين الإيمان الديني لا بل نجحوا في نشر الإلحاد بشكل أو بآخر طبعا من خلال كل تلك الصالونات الثقافية التي انتشرت تحديدا في العاصمة الفرنسية باريس لدرجة أن موجة الإلحاد تخيلوا شملت حتى رجال دين وصلت إلى داخل الكنيسة طبعا في هذا العصر أصبحت الثقة في العقل لا حدود لها أبدا وطبعا كان الأمل معقود على الفكر الحر على التقدم العلمي للرفع من قيمة الحياة الإنسانية سواء الخاصة أو العامة فمن أهم ميز هذا العصر ومن أهم ميز كتابات فلاسفة التنوير طبعا إلى جانب النظرة النقدية هو الإيمان بقدرة العقل البشري على فهم الكون وعلى استيعابه وعلى مسألة إمكانية إخضاعه لحاجات الإنسان فإذا كان العلم مع نيوتن قد كشف عن القوانين الطبيعية في العالم المحسوس فما المانع؟ ما المانع من الكشف عن وجود قوانين مماثلة للحياة والعالم الاجتماعي والثقافي؟ فمن هذا المنطلق بدأ فلاسفة التنوير لنقل يختبرون مظاهر الحياة الاجتماعية يدرسون النظم السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية طبعا وأخضعوها للنقد العنيف بناء على مقتضيات العقل طبعا طلبوا بضرورة تغيير كل ما يخالف العقل وبالتالي الفلسفة في عصر الأنوار والنقل لم تكن مجرد مسألة تفكير نظري مجرد فحسب لا وإنما كان لها جانب عملي تمثل في نقد النظم القائمة وتمثل في مسألة الكشف عن كل العناصر الغير عقلانية الموجودة طبعا لاستبدالها بأخرى عقلانية ولاستبدال النظم القائمة بنظم أخرى جديدة وهكذا رفع هذا العصر العقل والعلم إلى مراتب قصوى وطبعا كانت النزعة الإنسانية أيضا مسيطرة بشكل أو بآخر طيب في ظل هذه الأجواب ظهر الفيلسوف الألماني الكبير إيمانويل كانت فيلسوف النقد الأكبر كيف لا وهو صاحب تلك الثلاثية النقدية الشهيرة وبالتالي خطى النقد مع كانت خطوات جبارة نحو الأمام خاصة في كتابيه نقد العقل المحض ونقد العقل العملي ففي حين كم هو معروف حاول في الكتاب الأول أن يجيب على سؤال المعرفة وهو ماذا يمكنني أن أعرف سنراه حاول في الكتاب الثاني أن يجيب على سؤال عملي وهو ماذا علي أن أفعل فطبعا بيّن كانت في الكتاب الأول طبيعة المعرفة طريقة عمل العقل النظري وحدد بالتالي مثلا حدود المعرفة الممكنة حدد القضايا التي تقع ضمن صلاحيات العقل المحض والتي ممكن أن يصل بها إلى معرفة وحدد بالمقابل كل تلك القضايا التي تقع خارج حدود وصلاحيات العقل وبالتالي ليس بمقدور العقل مثلا أن يصل بها إلى أي معرفة طبعا إمانويل كانت من المهم أن نقول بأنه أتى كعملية توفيقية في مكان ما ما بين المدرستين العقلية والتجربية على الرغم من أنه لم يضع هذا الأمر كهدف لفلسفته النقدية لكن في نهاية الأمر لعب هذا الدور طبعا عندما اعتبر أن كل معرفة فعلا تبدأ من التجربة الحسية لكنها لا تنشأ عنها لأن في العقل قوالب ذهنية قبلية مقولات ذهنية قبلية كمثل قوالب المكان والزمان والسببية وهي التي تطبع العالم بطابعها ومن هنا تتم المعرفة بالعالم وبأشيائه أيضا حاول إمانويل كانت في كتابه الأول أن يقول بأن العقل أيضا كما العلوم الرياضية والهندسية والفيزيائية أيضا العقل قادر بمعنى البحث الفلسفي قادر على إصدار أحكام تركيبية قبلية صحيحة وتتسم بشيء من الإطلاق في مكان ما على العمو في الكتاب الثاني طبعا حاول أن يبين ما معنى أن يكون الإنسان إنسان أخلاقي وبالتالي حاول أن يبرهن على وجود قواعد ومعايير أخلاقية أيضا قبلية يعني سابقة على كل تجربة وكيف أن هذه القواعد والمعايير التي طبعا ترتكز على فكرة الواجب الأخلاقي الصارمة أيضا ممكن أن تسري على جميع البشر بالتساوي طيب كي لا نطيل سأدعى الحديث عن هيجل وفترة ما بعد هيجل طبعا من ضمن عصر الحداثة إلى حلقة أخرى لكن أحب أن أنهي بالقول أن الحداثة كانت موجة حضارية طبعا غيرت من وجه أوروبا وممكن أن نقول من وجه العالم بشكل أو بآخر وعلى كافة المستويات فمثلا الحداثة خلصت أوروبا من الفكر القديم شحذت الوعي الأوروبي استحدثت طرق ووسائل جديدة لبلوغ المعرفة سواء في عالم الفكر أو في عالم العلم بدءا من فكر ديكارت الذي نسف طبعا كل الدعائم التي قام عليها فكر العصور الوسطى مرورا بنيوتن الذي أسس لمرحلة علمية جديدة مرورا بفكر الأنوار الذي حدم الخرافة وأعاد للعقل المكانة وأعاد للإنسان الدور والموقع وليس انتهاءا طبعا بفكر إمانويل كونت الذي أعلن بأن المجتمع الإنساني مسؤول عن مصيره وبأنه صانع لتاريخه ولذلك حث إمانويل كونت الإنسان من خلال تلك الصرخة الشهيرة صرخة التنوير حثه على تحمل هذه المسؤولية وتحمل المسؤولية لا يكون إلا من خلال تحرير العقل من أي عبودية فكرية فقال إمانويل كونت أنه أيها الإنسان لا تسمح لأحد بالتفكير نيابة عنك لا تسمح لأحد بأن يفكر نيابة عنك بل لتكن لديك الجرأة لتفكر بنفسك لنفسك أيضا نستطيع أن نختم بالقول بأن هناك نزعة تفاؤلية عارمة سيطرت على مجمل المشهدين الفكري والعلمي في العصر الحديث تحديدا إلى مشارف القرن العشرين هذه النزعة التفاؤلية التي قامت على فكرة التقدم والتطور والسير التطوري للتاريخ إلى آخره بمعنى أن التاريخ البشري يعني كما كان الاعتقاد التفاؤلي هذا التاريخ البشري ومسألة التقدم ورقي الإنسان يعني هذه المسألة تسير في طريق عفهم في طريق التقدم والتطور من مرحلة لأخرى وللحديث بقية وشكرا وإلى لكم